موسيقى أعزائي طلبات وطالبات الصف السياس الإعدادي أهلاً وسهلاً بيكو في مادة الرياضيات تحت رعاية وأشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة هنأخذ درس جديد في مادة الهندسة هنتكلم فيه عن الزاوية المركزية وقياس الأقواص يلا بينا نبدأ درسنا هنبدأ مع بعض النهاردة درسنا نتكلم فيه عن الزاوية المركزية وعن قياس الأقواص طيب نبدأ مع بعض يعني إيه زاوية مركزية طبعاً زاوية مركزية يعني حاجة مش جديدة علينا لكن هنعرفها مع بعض زاوية المركزية معناها إيه؟ معناها زاوية رأصها مركز الدائرة عشان كده نقول عليها زاوية مركزية يبقى أول حاجة الرأس بتاعتها في مركز الدائرة والضلعين بتقولها عبارة عن نصف كطر في الدائرة طب تعالاً كده نشوف أدي كده زاوية ألف ميم بي اللي قدامنا ده هي دي زاوية مركزية فين رأسها؟ رأسها ميم طب فين الضلعين بتقولها؟ ميم ألف وميم بي صح ولا لأ؟ طب ميم ألف وميم بي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنصف أكتر طيب لو أنت بصت كده الزاوية دي أسمت لك الدائرة لقصين ده كده اسمه قص ألف بي قص طيب القص اللي قدامي ده فيه قص تاني أهو قص صغير وقص إيه؟ كبير عندنا ألف بي اللي هو القص الأصغر اللي قدامنا ده أهو وآلف بي اللي هو القص الأكبر اللي هو العكس اللي هو الناحية التانية ده طيب دايماً لو هو قال لي القص ألف بي في المسائل يبقى معناها بيقصد القص الأزر لو هو حابب يجيب القص الأكبر هيقل طيب نشوف كده مع بعض الزاوية اللي قدامنا دي ألف ميم بي اللي احنا شايفنا دي زاوية مستقيمة طيب وراسها فين؟ راسها هو المركز هو ميم يبقى بنقول عليها زاوية مستقيمة أو زاوية مركزية مستقيمة طيب تعال كده نشوف مع بعض يبقى معنا كده إن قياسها كان 180 180 يعني إيه؟ يعني نص دائرة القوس ده هو اللي هو ألف سين بي بنقول عليه نص دائرة والقوس ألف صد بي هو كمان نص إيه؟ نص دائرة طيب إزاي بقى نجيب قياس القوس المقابل للزاوية المركزية؟ الزاوية المركزية قياس القوس المقابل لها هو بيساوي قياس الزاوية المركزية بمعنى يعني لو الزاوية المركزية بتاعت يبتساوي أو قياسها 100 درجة يبقى قياس القوس 100 درجة ولازم نفرق بعد كده ما بين قياس القوس وطول القوس هنعرف مع بعض قياس القوس بيتقى زيه زيه بالدرجات وبالدقاي وبالإيه؟ وبالسواني طيب نشوف كده مع بعض قياس القوس ده هو 110 طبعا اللي هو الصغير ألف به 110 طب يا طرح بقى قياس القوس ألف به الكبير يبقى كام؟ طبعا هتقول لي بسرعة الدايرة كلها على بعض 360 درجة يبقى 360 ناقص المية وإيه؟ وعشرة يبقى تطلع كام؟ 250 درجة يبقى القوس الكبير ألف بيه عبارة عن 250 درجة طيب القوسان المتجاورين يعني إيه قوسين متجاورين؟ يعني بيشتركوا في نقطة أي قوسين متجاورين؟ معناه أن هما بيشتركوا في نقطة إيه؟ في نقطة واحدة طب لو إحنا بصنا للدايرة اللي قدامنا دي الأقواص اللي فيها فيها أقواص كتير ألف صاد وصاد به وصاد سين وبيه سين وألف سين وصاد سين الكبير دون وألف به أقواص كتير جدا جدا طيب عايزين نشوف مين بقى الأقواص المتجاورة؟ تعال كده نشوف مع بعض ألف سين وصين به قوسين متجاورين ليه؟ لأنه بيشتركوا في نقطة واحدة اللي هي سين طيب مين تاني؟ أيوان هتقولولي إيه؟ ألف صاد أهو وصاد به لأنه بيشتركوا في نقطة إيه؟ في نقطة صاد بنوع عليهم قوسان متجاوران طيب لو أنا قلت بقى تعالوا كده نشوف لو أنا جيت قلت بقى القوس ألف به ده كبير ده بحاله وي أو القوس والقوس صاد سين ده بحاله هتلاقيهم مشتركين في مين؟ في ألف سين مشتركين في قوس هل نقدر نقول عليهم قوسان متجاوران؟ لا طيب تعالوا كده نشوف تين لو قلنا القوس بهصاد أدي بهصاد والقوس ألف سين هل ده قوسان متجاوران؟ قوسان غير إيه؟ متجاوران ليه؟ لأن ما فيش بينهم أي نقطة بتجمعهم طيب يبقى لو كانوا بيشتركوا في نقطتين يبقى مش قوسان متجاوران لو كانوا بيشتركوا في ولا نقطة يبقى مش قوسان لازم يشتركوا في نقطة إيه؟ في نقطة واحدة طيب تعالى كده معايا طول القوس في الدايرة هنا بقى لانا كنت رسه بتكلم عن العاز طول الف به مثلا طول الف ب ما هو الف به ده قوس طالما بتكلم على طول الدايرة كلها معانا كده كلها على بعض الدايرة بحالها كده المنحنة المغلق ده كله كده عايزيني يجيب طوله وبقى اسمه محيط الدايرة طب القوس هو جزء من المحيط لانه قال لي طول القوس طول الايه القوس ما قاليش قياس القوس طيب نجيبه ازاي عندنا مع بعض كده القانون اللي احنا شايفينه قدامنا دوا وهنفهمه مع بعض قياس القوس على 360 قياس القوس يعني النسبة بتاعته قد ايه من الدايرة فيه المحيط نفسه يبقى انا عايز القوس ده طوله قد ايه باشوف نسبته هو قياسه كام على الدايرة بحالها واضربه في محيط الدايرة طب محيط الدايرة احنا عارفينه اتنين باي ها نق او طول القطر في ايه في باي طب تعالا كده مع بعض نشوف ها تطبيقات اوجد في الشكل المقابل اوجد طول القوس الف باء طب هو قال لي هنا طول القوس الف باء يبقى معنى يقصد الف بالكبير ولا الصغير طبعا يقصد الايه الصغير طالما لو هو عايز الكبير يبقى هو هيقوله لي بشكل معايد طب تعالا كده نشوف الف باء قياسه كام تسعين لان الزاوية المركزية المقابلة للقوس بتسعين درجة يبقى قياس القوس ده كام تسعين درجة قياسه مش طوله طيب نص القطر كام سبعة سنتي طب نرجع كده للقانون بتاعنا كان بيقولنا ان طول القوس هيساوي ايه؟ قياس القوس على تلتمائة وستين اللي هي نسبة القوس قد ايه؟ يبقى تسعين على تلتمائة وستين مضروبة في محيط الدير يبقى تسعين على تلتمائة وستين يعني ربع في تنين في سبعة في تنين وعشرين على سبعة اللي هي ايه باي؟ طبعا سبعة دي نص القطر وطبعا احنا عافين اتنين باي نق يعني اتنين في سبعة في اتنين وعشرين على سبعة طبعا لو احنا عملناها على القلة بتاعتنا هيطلع علينا طول القوس تقريبا 11 سنتي ليه بقول تقريبا؟ لان اتنين وعشرين على سبعة دي نسبة ايه؟ نسبة تقريبية طيب تعالا كده نشوف مع بعض مثالتين اوجد قياس القوس الذي يمثل تلت قياس الدير يبقى هو هنا اداني النسبة بتاعته على طول حيث نق 15 سنتي واوجد طول القوس ومديني الباي بكذا هو لو طلب مني اوجد طول القوس على طول قبل ما يقول لي قلمة قياس القوس كنت هستخدم الطلت واشتغل على طول لكن هنا قال لي اوجد قياس القوس يبقى لازم اجيب قياس القوس طيب ازاي؟ سهلة جدا هو بيقول لي ان قياس تلت الديرة تلت قياس الدير يعني تلت في 360 يطلع بكام؟ ب120 طيب انا كده جبت قياس القوس اول مطلوب عندي في الايه؟ في المسألة طيب المطلوب التاني يوجد طول القوس طول القوس يبقى هنقول القياس على 360 مضروب في محيط الايه؟ في محيط الديرة طيب القياس كام؟ ها؟ 120 على 360 طيب محيط الديرة عندنا نقب كام؟ ب15 يبقى 2 باي ب3 و14 من 100 في 15 يبقى لو عملتها على الالة الحزبة بتاعتي هتطلع النتيجة ان طول القوس تقريبا 31 من 4 سنتيمتر يبقى انا قدرت اعرف اجيب قياس القوس قدرت اعرف اجيب طول الايه؟ طول القوس وعرفت يعني ايه زاوية مركزية طيب تعال كده نشوف مع بعض مجموعة من النتائج المهمة يبقى بيقول لي ايه؟ في الديرة الوحدة او في الدوائر المتطبقة دوائر المتطبقة يعني انصف اكثرها متساوية الاقواس المتساوية في القياس متساوية في الطول يعني لو انا عندي فيه زي ما احنا شايفين كده الدايرة بتاعت دي القوس اللي هو الف جيم الزاوية الف ميم جيم بتساوي زاوية جيم الف ميم جيم بتساوي زاوية جيم ميم ب طالما الزاوية دي والزاوية دي بيساوي بعض يعني معنى كده ان القوس الف جيم هيساوي القوس الف ايه؟ الف ب ليه؟ لان قياس القوس بيساوي قياس الزاوية المركزية المقابلة لي اهو يبقى اذا الف جيم هيساوي جيم ب والعكس صحيح يعني انه العكس صحيح يعني لو الاقواص متساوية يبقى الزوايا المركزية المقابلة لها ايه متساوية طبعا هو متساوية في الايه في الطول طبعا طيب في الدائرة الوحدة او في الدوائر المتابقة الاقواص المتساوية في القياس او طرها متساوية في الطول لو انت تلاحظ احنا هنا نفس النتيجة دي بس زاد فيها كلمة واحدة بس اللي هي كلمة ايه كلمة اوطرها النتيجة اللي قبل كده كان بيقول لي الدايرة الوحدة او الدايرة المتابقة الاقواص المتساوية في القياس متساوية في الطول ولو متساوية في الطول يبقى متساوية في الايه في القياس طب مال هنا بيقول لي لا بيقولك ان الاقواص لو انا عندي الف جيم بيساوي جيم ب يبقى معنى كده ان الوطر الف جيم بيساوي الوطر جيم ايه جيم بيبقى دي قد دي الوطر طبعا اللي هو إيه بيحوي النقطتين بتوع إيه القوس طيب والعكس صحيح لو الأوطر متساوية يبقى الأقواص إيه متساوية طبعا أوطر متساوية في الطول يبقى الأقواص متساوية في القياس يبقى طالما الأقواص متساوية في القياس يبقى متساوية في إيه في الطول يعني كلها بتؤدي إيه لبعضها نتيجة الثالثة الوطران المتوازيين لو أنا عندي وطرين في الدائرة والوطرين دول متوازيين يبقى القوسين اللي هما بيحصروه من الوطرين دول يكونوا متساويين في القياس طيب نشوف النتيجة اللي بعدها القوسان المحصوران بين وطر ومماس يوازي هذا الوطر متساويان في القياس لو انت تلاحظ هنا بقى عندي دا وطر لو جيم دا دا وطر والف بقى هو ايه مماس يبقى القوس هيه جيم هيساوي القوس هيه ايه هيدا هي نفس اللي فاتت ولكن هنا العلاقة ما بين وطر ويه وماماس طيب نشوف مع بعض كده فيديو الفيديو هيعرفنا ملخص لكل اللي احنا قلناه كل اللي احنا قلناه على الزوال المركزية وكل النتائج والنظريات اللي احنا قلناه نشوف مع بعض انتهينا من الدرس دعونا نكم بعمل ملخص قصير عن النقاط الرئيسية المهمة هيا نبدأ في البداية درسنا مفهوما مهما والذي هو القوس وعرفنا ان القوس هو جزء من الخط المنحنى الذي يكون الدائرة ويأتي في الاشكال التالية قوس اصغر وقوس اكبر وقوس نصف دائرة ودرسنا ايضا نوعين رئيسيين من الزوايا النوع الاول الزاوية المركزية والتي تعرف بالزاوية التي رأسها مركز الدائرة ويحمل كل من ضلعيها نصف كتر في الدائرة ومن جهة اخرى الزاوية المحيطية وهي النوع الثاني من الزوايا والتي رأسها نقطة على الدائرة وضلعاها وطران في الدائرة ثم عرفنا ان قياس القوس هو قياس الزاوية المركزية المقابلة لهذا القوس حيث ان طول القوس هو جزء من محيط الدائرة يتناسب مع قياسه واكتشفنا بعد ذلك العلاقة بين قياس الدائرة وطولها وعرفنا كيف نحصل على احدهما بمعرفة الاخر وفي النهاية تداولنا جزءا مهما من الدرس وهو النتائج وكان لدينا اربع نتائج النتيجة الاولى تنص على انه في الدائرة الواحدة او في الدوائر المتتابقة اذا كانت الاقواس متساوية في القياس فانها تكون متساوية في الطول والعكس صحيح حيث اذا كانت الاقواس متساوية في القياس في الدائرة الواحدة أو في الدوائر المتطابقة فإن أوطارها تكون متساوية في الطول والعكس صحيح وهذه النتيجة هي النتيجة الثانية وعلاوة على ذلك فإن النتيجة الثالثة تنص على أنه إذا رسم وطرين متوازيين في دائرة فإن قياس القوسين المحصورين بينهما متساوين بينما إذا كان هناك وطر ومماس يوازيه في دائرة فإن قياس القوسين المحصورين يكونان متساويين في القياس وكانت هذه النتيجة الأخيرة والآن لقد انتهيت من الدرس لذلك تأكد من أنك قد فهمت النقاط الأخيرة بالتفصيل لتكون قادرا على تجاوز الاختبارات القادمة بنجاح بعد ما شفنا الفيديو اللي لخصتنا كل اللي احنا أخذناه فيه الدرس بتاعنا بالنسبة للزاوية المركزية وقياس الأقواس هنشوف مع بعض مجموعة من المسائل على البورد يلا بينا هنشوف مع بعض مجموعة من المسائل على الدرس بتاعنا النهاردة يلا بينا نشوف اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة قياس القوس الذي يمثل ستس محيط الدائرة طيب تعالا كده مع بعض أجيبه ازاي احنا عقلين من شوية فيه علاقة احنا قلناها اني طول القوس على محيط الدائرة بيسوي ايه قياس القوس على قياس الدائرة اللي هو كام تلتمية وستين درق طيب تعالا هنا هو بيقول لي ايه القوس ده بيمثل قد ايه ستس الايه المحيط طيب تعالا كده يبقى هنا واحد على ستة هتساوي قياس القوس يسميه قاف على تلتمية وستين طبعا طرفين في وسطين يبقى قياس القوس هيسوي كام ها تلتمية وستين في واحد على الستة مش على الستين لا على الستة يبقى على الستة فيها الواحد على الستة فيها الستين يبقى ستين في واحد بكام بستين درق يبقى هنا قدرت اجيب قياس القوس يبقى الاجابة بتاعتي ستين درق طيب نشوف مثال كمان طول القوس يبقى هو طالب مني ايه طول يبقى المرة اللي فاتت كان طالب مني القياس هنا بقول لي طول القوس المقابل لزاوية مركزية قياسها 30 وزاوية محيطية وفي دائرة محيطها 36 طب نجيبها ازاي زي ما احنا اينين اهو احنا قلنا طول القوس طبعا طول ما انت عارف العلاقة دي هتقدر تحل اي سؤال بالشكلة على محيط الدائرة هيساوي قياس القوس على 360 درجة اللي هو الدائرة طب تعالى كده مع بعض طول القوس انا مش عارفه طول القوس هو كده كده طالبه مني لابا انا مش عارفه ادي الطول ها على محيط الدائرة محيط الدائرة كام ها 36 ها دي 36 بتساوي هنا طبعا 360 قياس القوس هو قال لي القوس ده مقابل لزاوية مركزية قياسها 30 درجة يبقى قياس القوس كام 30 زيه زي الزاوية المركزية المقابلة ليه اقدر اجيب الطول طبعا هقول هنا طول القوس هيساوي ها 36 في 30 على 360 على 36 على 36 فيها الواحد هنا فيها العشرة هنا العشرة فيها الواحد على العشرة فيها التلاتة واحد في تلاتة كام بتلاتة سمت طبعا انت هتحلها بيه الالة الحزبة بتاعتك بشكل اسرع من ايه من كده يبقى كده اداني ايه طول القوس طب نشوف مع بعض مثال تاني دائرة محيطها هنا اداني المحيط ماشي فان قياس القوس منها طوله 6 سنت هنا اداني طول القوس والداني المحيط وعايز قياس القوس طيب هنا مش مديني طب على كده نشوف مع بعض هقول ايه طول القوس على المحيط اللي هو محيط الدايرة طبعا انا باقتصر بس هقول هنا بيساوي قياس القوس على طبعا قياس الدايرة كلها كام طوله 160 طيب طول القوس كام 6 يبقى 6 على المحيط كام 36 بيساوي قياس القوس اه قياس القوس هو عايزه اه قياس القوس ده انا معرفهوش وهنا كام 360 طبعا هاجي اقول هنا قياس القوس طبعا قياس القوس بيطلع بالايه بالدرجات طول القوس بيطلعه بالايه بالسنتي او زي ما هم يدوني في المسألة يعني طول عادي يبقى 6 في 360 على 36 طبعا سهلة فيها الواحد فيها العشرة عشرة في 6 يبقى 60 ايه 60 درجة يبقى الاجابة بتاعتي هتكون كام 60 درجة طيب نشوف مثال تاني طول القوس الذي يمثل ربع محيط الدائرة القوس نفسه بيمثل ربع محيط الدائرة يبقى دي قد طولهو طبعا نقصد بالطول هو طول القوس محيط الدائرة اتنين باي نقصد والقوس بيمثل قد ايه ها ربع محيط الايه الدائرة يعني واحد على اربعة اقدر اجيب الطول طبعا بشكل بسيط جدا اهو هقول طول القوس طبعا اتنين باي نقصد في واحد يعني باتنين باي نقصد طبعا هنا على الاربع على اتنين فعل واحد على اتنين فعل اتنين يعني اطلع ايه نص باي نقصد طب في النص باي نقصد هنا اتنين هنا باي نقصد هنا اربعة اهيه نص باي نقصد اللي هي ايه خمسة من عشر يبقى انا اقدرت اجيب طول القوس اللي بيمثل ربع محيط اللي هي الدائرة طب تعالوا بقى ناخد مثال كمان على ايه النتائج اللي احنا درسناه شوف مع بعض في الشكل المقابل ميم دائرة وهنا ادي الدائرة بتاعتي وجيم دالي اللي احنا شايفينه المماس لها عند جيم ادي نقطة التماس والف به عبارة عن وطر في الدائرة وطبعا وهيه ووطر في الدائرة طب بيقول لي ايه الف به بيوازي هيه وو بيوازي جيم دال يعني دا بيوازي دا بيوازي دا التلاتة دول بيوازوا بعض طب اقدر استفاد من التوازي طبعا هقدر استفاد من التوازي دا وانا بحل ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اثبت ان المثلث جيم هيه واو جيم هيه واو اللي قدامنا دا متساوي الساقين يعني لازم اثبت ان جيم هيه قد جيم ايه واو طب تعالى كده نشوف مع بعض ونمشي خطوة خطوة لو احنا بصينا لي المماس اللي هو جيم دال هقول بما انه جيم دال بيوازي الوطر الف بيه يبقى في الحالة دي القوس اللي تحت دا اللي هو الف جيم بيساوي قياس القوس بجيم بيه يبقى هقول قياس القوس الف جيم هيساوي قياس القوس بهجيم وهاجي كده اقول دي رقم واحد ليه هحتاجها تاني طيب تعالى هنا عندنا الف به بيوازي هيه واو الف به دا وطر وهيه واو وطر اهو هقول بما انه الف به بيوازي هيه واو يبقى معنى كده ان القوس دا اهو اللي هو هيه الف بيساوي القوس دا اللي هو واو ايه واو بيه يبقى قياس القوس هيه الف واعمل علامة القوس كده هيساوي قياس القوس واو بيه وديه رقم اتنين طيب تعالى كده معايا لو احنا بصينا الواحد واثنين يعني لو انا جماعت دول مع بعض هيديني قوس اسمه ايه هجيم ولو جماعت القوسين دول مع بعض هيديني مين هيديني جيم واو بيجمع واحد واه اتنين يعني رقم واحد ورقم اتنين يبقى قياس القوس الف جيم زائد قياس القوس هيه واو هيه الف هيساوي قياس القوس بيه جيم زائد قياس القوس واو بيه طب دول كده مع بعض هيدونيي قياس القوس هيه جيم وهدول كده مع بعض هيدوني قياس القوس واو جيم طيب طالما القوس هيه جيم بيساوي القوس واو جيم الاقواص دول متسوية يبقى الاوتار بتاعتها متساوية فين الاوتار هيه جيم وواو جيم يبقى اذن هيه جيم هتساوي واو جيم يبقى إذن المثلث بتاعي اللي هو اسمه إيه جيم هيه واو متساوي الساقيم وبكده نكون خلصنا مع بعض حلقتنا النهاردة وعلى وعد بلقاء في حلقة جديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة